السلام عليكم ورحمة الله نواصل حول دور الصيام في علاج بعض الأمراض اليوم نتكلم عن تأثير الصيام على الكوليستيرول والشحم ثلاثية فمن الأعراض والأمراض التي يستفيد أصحابها من الصيام ارتفاع الكوليستيرول والشحم ثلاثية في الدم فأصحاب هذه الأمراض إذا صاموا بطريقة صحية التي تكملنا منها عنها فيستفيدون من خفل الكوليستيرول والشحم ثلاثية في الدم لأن ارتفاع الكوليستيرول والشحم ثلاثية لها علاقة بحالة الكابد والنظام الغذائي والحاركة والرياضة فأصحاب هذه الأمراض غالبا لا يتحركون ولا يقومون بالرياضة وهذا العام المهم جدا ثم نظامهم الغذائي يكون محمل فيه سكر ولحوم بكثرة وسكر وحلويات ثم لا يكون فيه ألياف غذائية ويستهلكون مواد مصنعة ومقليات وحلويات العامل الثالث هو حالة الدم أو حالة الكابد فإذا كان الكابد متسمم ويتسمم الكابد بالأذوية الأشياء التي تسمم الكابد الأذوية فكل الأذوية تمر من الكابد كثرة الأذوية تسمم الكابد كذلك يتسمم بالتوكسينات وبالمعادن ثقيلة بالمضافات الغذائية بالمركبة الكيموية التي تتكون بطرق الطبخ منها المخليات تتكون الميلانويدات فكذلك الأكل في البلاستيك كذلك المبيدات تؤثر على تسمم الكابد عدم القيام بالرياضة أو الحركة ثم النظام الغذائي يفتقر إلى الألياف وفيه لحوم بكثرة فهؤلاء يستهلكون لحوم وسكر يوميا بكمية كبيرة ولا يستهلكون ألياف غذائية ولا يستهلكون خضر بكثرة وفواكه طرية كذلك النشويات لا يستهلكون نشويات ومنها نخالة القمح أو الشاعر ولا يستهلكون بقول خضراء فكل هذه العوامل تؤدي لارتفاع الكوليستيرول في الدم والشحم الثلاثية فلما يرتفع الكوليستيرول في الدم يؤدي إلى أعراض أخرى وليس بالضرورة أن يرتفع بكمية كبيرة فقط 0.1 إذا ارتفع بكمية صغيرة 0.1 فقد يحس الشخص بأعراض منها حركات ثقيلة ودورة دموية ثقيلة كذلك يحس ببرودة الأعضاء بالبرودة وأعضاء ثقيلة الرجلين واليدين تكون ثقيلة يكون لديه تنمل وألم الرأس ويكون ضاجر ومتوتر وقالق فالكوليستيرول يجب أن ينتبه الناس لخطر ارتفاع الكوليستيرول فهو يخرب شرايين ويرفع من الضغط فمن الأمراض التي ينفع فيها الصيام ونحن نتكلم عن العلاج بالصيام فمن الأمراض التي ينفع فيها الصيام هي الكوليستيرول فقط أن يصوم الناس كما قلنا بالطريقة التي تكلمنا عنها أن يصوموا بدون لحوم وبدون دواجي وبدون مواد مصنعة بدون أجبان وبدون سكر فإذا تجنبوا هذه الأشياء فالكبيد سيرتاح ثم يصوموا بنظام نباتي بطبخ المنزل ثم أن يتناولوا السمك عواض اللحوم لأن السمك يحتوي على حمر أوميغا 3 وحمر أوميغا 3 هو يخفر الكوليستيرول أن يكون نظامهم غذائي تدخل فيه هذه البذرات التي دائما نتكلم عنها وأن يستهلكها بكمية جيدة فمن البذرات التي يمكن أن تستهلك بكمية كبيرة هي حبوب كتان والسمسم إلى 3 ملاعق كبيرة في اليوم فهي لا تذر حبوب الكتان والسمسم لأن هذه البذرات كذلك فيها حمر أوميغا 3 وفيها ألياف غذائية كذلك نخالة القمح أن لا ينسى الناس نخالة القمح فهي كذلك فيها ألياف غذائية كذلك من البذرات حبوب الكذبارة أن يتناول الناس حبوب الكذبارة أن يكون مع الطبيخ كذلك دقيق الخروب أن يأخذ الخروب يغسل ويجفف في الدل ويضحن يضحن الخروب بعظمه فهو جيد دقيق الخروب ثم أن يكثر الناس من الخضر والفواكه كذلك أن يقوموا بالرياضة فلا بد منها فهذه الأشياء كافية إذا قام الناس بهذه الأشياء فهي كافية لخفض الكوليستيرول والشحوم الثلاثية كذلك من الأشياء التي تسمم كبد الناس الذين يتناولوا الكحول فالخمر من الأشياء التي تسمم الكبد كذلك كثرة الأدوية كذلك لا بد من القيام بالحجامة فكما رأينا الحجامة تدخل فيه إلى الجامع الأمراض أن يبدأ الناس بالحجامة أن تكون حجامة عند طبيب أو ممرض أو صيدلاني فالحجامة تعمل كذلك ثلاث مرات تعمل ثلاث حصص ما بين حصة ثلاث أسابيع إلى أربعة أسابيع فهي جيدة جدا لأن الحجامة تنفيذ الكبد وهي تنشط جميع الأعضاء الكبد والبانكرياس والطحال فأن يعمل الناس حجامة كذلك قلنا أن البذلات جيدة الحبوب كتان أن تكون مع الأكل فهي جيدة للكوليستيرول كذلك جميع البذلات جيدة أن تكون مع جميع الأطباق فالكوليستيرول يجب أن ينتبه الناس للكوليستيرول فهو خاطر يشكل خطر على القلب فمع هذه الأشياء سينخافض الكوليستيرول إن شاء الله فيجب أن يعلم الناس أن مرض الكوليستيرول فهو لا ينفع معه دواء الطبيب وإن تناول الناس دواء ارتفاع الكوليستيرول فهو لا ينفع فيجب أن يغيرون مطلعيش فلا ينسى الناس طريقة التي تتكلمنا عنها فإذا صام الناس أن يصوموا بطريقة صحيحة أن يكون الإفطار على مرحلتين المرحلة الأولى أن يشرب الناس لتر إلى لتر وربع من الماء ماء دافئ أن يكون ماء نقي وماء دافئ وأن ينتظروا ما بين 30 إلى 40 دقيقة ثم أن يتناولوا الفطر أن يتناولوا فطرهم وأن تكون أشياء أن يكتفوا بأشياء أشياء صحية وأشياء طبيعية يشربوا شربة خضر أو شربة سمك أو حريرة أو أشياء هكذا ولكن بالليل ألا يتناولوا شيء بالليل ألا يكتروا الأكل بالليل فهم في مرحلة علاجية نحن نتكلم عن العلاج بالصيام ففي الليل يكتفوا بأشياء فواكه وخضر طازجة أو يكتفوا بشرب ساخن أشياء أشياء كذلك يشرب على شكل شاي فالعلاج بالصيام له دور في علاج كثير من الأمراض فأن يصبر الناس على هذه الأشياء فيجب على الناس أن يصبر هذه الأشياء وهذا هي الطريقة لعلاج الأمراض خاصة الأمراض التقيلة منها سرطانات ومنها الأمراض المناعية الذاتية فأن تكون طريقة للعلاج تكون طريقة صحيحة وليس أن يصوم الناس بالنهار وأن يتناولوا وأن يكثروا الأكل في الليل فهذا ليس صيام ولا ينتفعهم لا ينتفعون بهذا الصيام بهذا الطريقة فكما قلنا أن يشربوا شربة خضر أو حساء حريرة أو حساء فول فهذه الأشياء كافية وهذه الأشياء تزودهم بالطاقة للصيام 24 ساعة فنكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر